آمل أنني أعطيتك قليلاً من أشعور الغريز وراء صيغات كبس للطاقة الحرة من أين جاءت في هذا الفيديو سأكون بشيء دقيق أكثر وعملياً أعتقد يمكن القول أنني سأشتق صيغة إذن للقيام بذلك سندرس نظامين لديهم نفس التغير في الانتروبي لتصوير ذلك سوف نخرج الرسم التخطيطي للضغط والحجم ما سنقوم بفعله هو أننا سنقارن بين النظامين الأول هو مثالي وهو نظام معكوس قابل للعودة للخلف والآخر وهو غير معكوس أو نظام تلقائي إذن الاثنان سيبدأان من هنا سيسيران من هذه النقطة على مخطط BV إلى هذه النقطة هنا وقبل أن نخوض بالضبط ما الذي يكمان به أعتقد من الجيد مراجعة ما هي العملية الغير عكسية وما هي العملية العكسية العملية الغير عكسية هي شيء نظري حيث لا يوجد احتكاك لديك وتكون قريب جدا تكون قريب جدا من التوازن بحيث يمكن دائما لا يمكنك دائما العودة إلى الخلف ويمكن إظهار ذلك أن التفاعل أبدا ليسير إلى الأمام أو إلى الخلف برغم من أنه الواضح أنه يتحرك فإنه في الواقع لا وجود لها فئة طبيعة لكنها مفيدة من ناحية البناء النظري إذن لنرسم إذا كانت هذه وسأستخدم المكبس مرة أخرى إذن لنفرض هذه سأكون بهذا مرتين حسنا هذا المكبس الغير قابل للإنعكاس أنه غير معكوس أو غير عكسي سأرسمهم حسنا سأسميهم إذن هذا هنا سيكون عكسي reversible والنظام هنا سيكون غير عكسي أو قابل للعودة للخلف irreversible إذن يمكن اعتباره أنه تلقائي إذن هذا هو التلقائي نستخدم الفكرة الأساسية هذا سيكون مهم لصيغات كبس للطاقة الحرة لكن كل التفاعلات التلقائية هي غير قابلة للعودة للخلف إذن ستصير في هذه الحالة إلى هذه الحالة إذن في عالم العمليات العكسية هناك كبعة في أعلى المكبس ولدينا أغاز هنا سيزود ببعض الضغط وسيكون هناك بعض الحصة لدينا بعض الحصة هنا وببطء نزيل الحصة واحدة تلو الأخرى وكلما أزلنا الحصة فإن المكبس أو الصقف المتحرك هنا سيتحرك للأعلى وسيتحرك للأعلى إذن الضغط سيدفع للأعلى لكن كلما تحركنا للأعلى سوف يكون هناك ضغط أقل شيئا فشيئا لأن الغازات سترتد داخل السطح بشكل أقل وسيكون لدينا حجم أكبر وأكبر إذن كلما أزلنا كمية ضئيلة جدا من حبات الرمل أو الحصة وسنقوم بهذا بشكل بطيء جدا دائما سنكون قريبين من التوازن وسنصير من هذه الحالة إلى هذه الحالة وحتى أفضل لتبيين هذا هي المرحلة الأولى من دورة كارنو لنفرض في الحالتين نحن في أعلى خزان إذن في كلتا الحالتين كل النظامين في أعلى هذا الخزان الغير محدود ولديه درجة حرارة T1 وهذا يقوم بالحفاظ على درجة الحرارة ثابتة إذن سنصير في درجة حرارة ثابتة آيزوثير من أنه في العادة إذا أزلنا هذه الحصة وإذا تم حدوث العملية بشكل معزول سوف نفقد درجة الحرارة وسوف نفقد متبسط الطاقة الحركية نتيجة الشغل المبذول في هذه الحالة لدينا الخزان إذن الحرارة سوف تنتقل إلى النظام الحرارة سوف تنتقل إذن اللي نسمي هذا بQR حسناً إذا لم يكن الخزان هنا فإن درجة الحرارة سوف تنخفض لكن بما أن لدينا هذا الخزان سوف تنتقل سوف تنتقل الحرارة بشكل ثابت وشاهدنا هذا هذه المرحلة الأولى من دورة كارنو سنصير في درجة حرارة ثابتة هكذا هذه الحالة العكسية وسبب الذي يمكننا من رسم الحالة عند كل نقطة لأن العمليات العكسية هي شبه ساكنة إنها دائماً قريبة جداً من التوازن وعندما نقول قابلة للإنعكاس أيضاً لا يعني أنه لا يوجد احتكاك بين المكبس والإستوانة بحيث إذا أعدنا وضع كمية من الرمل سيسير بالضبط إلى حيث كان من قبل ولا يوجد طاقة ضائعة لأنه لم يكن هناك طاقة احتكاك إذن هذا هو كيف سيبدو رسم العملية العكسية والآن كيف هو رسم العملية الغير قابلة للإنعكاس حسناً في الواقع لن أقوم برسم هذا الآن قبل أن نتحدث عن كيف ستبدو العملية الغير عكسية إذن سنوضح هذا هنا إذن سيبدو هكذا سيكون هناك غاز لكن من أجل أن ننتقل من هذه الحالة إلى هذه الحالة بدلاً من إزالة الحصى واحدة والأخرى لنفرض أن لدينا هذه الكتلة الكبيرة وعند إزالة واحدة من هذه الكتلة سنسير من هذه الحالة إلى هذه الحالة لكن سنقوم بها فجأة إذن لا يمكن تحديد ما يحدث بين الحالتين لكن بكل تأكيد سنسير من هذه الحالة إلى هذه الحالة حالما نعود إلى التوازن الآن الفكرة الأخرى في العملية الغير عكسية وكل عملية حقيقية في عالمنا هي غير عكسية وسوف يكون هناك بعض الاحتكاك بينما يتحرك هذا للأعلى سوف يحتك بالجدار بجدار الوعاء ويتولد عن ذلك حرارة من الاحتكاك لنسمي هذه الحرارة الاحتكاك وسؤال الآن إذا كان في هذه الحالة QR يجب أن تضاف إلى النظام للحفاظ على درجة الحرارة ماذا ستكون QR للنظام الغير عكسي كم الكمية التي يجب أن تضاف إلى النظام حتى يحافظ على درجة حرارة ثابتة T1 هل ستكون أقل أم أكثر من الكمية المضافة في النظام العكسي؟ هذا الجسيم حالما يتحرك المكبس للأعلى سيولد بعض الحرارة من نفسه هنا إذا كانت هذه العملية معزولة لن يفقد درجة حرارة كالتي تفقد هنا إذا سيحتاج حرارة أقل من الخزان حتى يحافظ على درجة الحرارة عند T1 حتى نجعل هذه النقطة في خط حرارة ثابت تذكر في العملية الغير عكسية نحن لا نعلم ماذا يحدث هنا يمكن أن يسير في مسار غريب عملياً لن نستطيع حتى تحديد المسار لأنه يسير خارج التوازن إذا سيكون شيء غريب لكن نعلم سيقفز عائداً إلى مخطط BV هنا لكن بسبب تولد بعض الحرارة منه من الاحتكاك سيحتاج لحرارة أقل من الخزان إذا لنكتب هذا الحرارة الممتصة من العملية العكسية ستكون أكبر من الحرارة الممتصة من العملية الغير عكسية وهذا لأن العملية الغير عكسية هي تولد احتكاك هذا جيد الآن ما هو تغير في الانتروبي لكلاء النظامين؟ حسناً كلهما بدأ من هنا وكلهما سينتهي هنا والانتروبي هو متغير الحالة إذن أتغير في الانتروبي للعملية العكسية سيساوي التغير للانتروبي سيساوي التغير للانتروبي للعملية الغير عكسية كلهما سيسير من هنا إلى هنا وواضح أن الانتروبي تغيرت نحن نسير من حالة إلى أخرى والانتروبي حسناً نأخذ بالكثير عن ذلك لكن لدي سؤال ما هو تغير الكل في الانتروبي؟ ما هو تغير الكل في الانتروبي بالنسبة للعملية العكسية؟ إذن بالنسبة للانتروبي سيكون هنا هو الخزان في النظام إذن نكتب هذا هذا عكسي لا أريد أن أستهلك كل الفراغ لنرى هذا إذن هذا هو العملية العكسية إذن التغير في الانتروبي تساوي التغير في الانتروبي للعملية العكسية زائد التغير في الانتروبي استخدمته من قبل R للعملية العكسية إذن لنسمي الخزان هنا حسناً أول ثلاثة أحرف هي نفسها إذن لنسمي البيئة هنا للمحيط حسناً ومن ثم العملية العكسية التغير في الانتروبي للعملية العكسية هي الحرارة المضافة الحرارة المضافة إلى العملية العكسية ويمكن أن أستخدم هذا التعريف لأنها عملية عكسية وتساوي هذا على T1 ومن ثم ما هو التغير في الانتروبي للمحيط أو للبيئة حسناً إنها تتخلى أو تطلق QR إذن الحرارة المضافة هي ناقص QR بالطبع هي درجة حرارة ثابتة حيث أنها حرارة الخزان وتكون عندها T1 إذن هذا سيساوي صفر يساوي صفر هذا مهم إذن في الواقع سأتذكر ملاحظة هنا حيث أتغير في الانتروبي في العملية العكسية هي الصفر وهذا عملياً يجب أن يكون لديك حدث لأن الفكرة الأساسية في العملية العكسية هي بإمكانك أن تسير من هذا الاتجاه أو تسير في هذا الاتجاه وهي دائماً قريبة جداً من التوازن ويمكن أن تسير في أي اتجاه وإذا كانت الانتروبي أكبر من صفر في اتجاه واحد ستكون أقل من صفر في الاتجاه الآخر إذن لن يكون هناك إمكانية لسير في الاتجاه الآخر من خلال القانون الثاني للديناميكا إذن هذا منطقي حيث الانتروبي حيث الانتروبي التغير في الانتروبي ليس فقط للنظام عندما تحدث العملية العكسية هي الصفر لنرى إذا كان بالإمكان ربط هذا في العملية الغير عكسية إذن إذا أردنا إيجاد التغير في الانتروبي في العملية الغير عكسية ما هو التغير في الانتروبي في العملية الغير عكسية ومن ثم لنطرح من هذا الحرارة التي أخذت أخذت من الخزان من العملية الغير عكسية وبالطبع هذا سيكون تقسيم T1 ماذا سيساوي هذا بالنسبة للصفر؟ تذكر هذه عملية غير عكسية أو تلقائية حسنا هذه القيمة العملية الغير معكوسة تبدأ هنا وتسير هناك إذن أتغير في دلتا S هو نفسه أتغير في دلتا S نفسه في العملية العكسية إذن هذان متساويان الآن ذكرت لك بما أنه هناك بعض الحرارة للاحتكاك هذا النظام سيأخذ حرارة أقل من الخزان وأكثر من النظام إذن إذا كانت لنمسح بعض الأشياء هنا سأكتبه هنا QIR الحرارة للنظام الغير عكسي التي يجب أن يأخذها من الخزان لأنه يولد حرارته الخاصة من الاحتكاك هي أقل من الحرارة من العملية العكسية إذن هذا الرقم هنا هو أقل من هذا الرقم أقل من هذا الرقم هنا ويمكن إظهاره بهذا الشكل هذا الرقم هنا هو مساوي لهذا إذن هذا الرقم هنا سيكون أقل من هذا إذن هذا يجب أن يكون أعلى من صفر للعملية هذا سيكون أكبر من صفر للعملية الغير عكسية أو التلقائية الآن لنقم ببعض الحسابات إذن هذه الحرارة المعطاة إلى النظام الغير عكسي هي ناقص هنا لأنه يأخذ الحرارة من الخزان إذن لنقم بضرب كلا لنقم بضرب كلا الطرفين للمعادلة بT1 ونحصل على T1 ضرب دلتا S للعملية الغير عكسية ناقص ناقص Q للعملية الغير عكسية وسيكون هذا أكبر من الصفر الآن حسنا ما هي هذه؟ كيف يمكن قول هذا؟ لكن لنقم بضرب كلا الطرفين بناقص 1 وتذكر هذا صحيح لأي عملية غير عكسية أو تلقائية إذا ضربنا كلا الطرفين بناقص 1 سنحصل على الحرارة المضافة إلى العملية الغير عكسية ناقص ناقص T ضرب دلتا S للعملية الغير عكسية وهي أقل من صفر وهذا صحيح لأي عملية تلقائية أو غير عكسية وعند هذه النقطة هذا يجب أن يبدو مألوف بالنسبة لك عند كتابة صيغة جبس للطاقة الحرة قلنا أن أتغير في G يساوي دلتا H ناقص T ضرب دلتا S وقلنا إذا كان هذا أقل من صفر عندها لدينا عمليات تلقائية وقل هذا منطقي لأن كلا هذين متساويين لبعضهما ما هو الفرق الوحيد هنا أنه كتبنا الحرارة المضافة إلى النظام هنا كتبنا أتغير في الانثلبي وقمت بثلاثة أو أربعة فيديوهات حيث قلت أتغير في الانثلبي يساوي الحرارة المضافة للنظام طالما نتعامل مع طالما نتعامل مع نظام له ضغط ثابت إذن نحصل على هذه النتيجة عن طريق مقارنة النظام الغير عكسي وكل هذا صحيح بالنسبة للعمليات تلقائية والغير عكسية ومن ثم إذا افترضنا أننا نتعامل مع نظام ذو ضغط ثابت ويمكن أن ننسى قليلا ما رسمته هنا لأننا نعلم أن هذا صحيح ونفترض ضغط ثابت ومن ثم نصل إلى هذا ومن ثم نعلم إذا كان شيء تلقائي فإن هذه هنا يجب أن تكون أقل من صفر إذن أتمنى أنك وجدت هذا مثير للإهتمام في الواقع سأكون بنقطة أخرى هنا وهذا يتماشى مع فكرة القانون الثاني القانون الثاني للديناميكا الحرارية وبحيث يخبرنا أنه لأي عملية تلقائية دلتا إس لتكون أكبر من صفر حسنا لأي عملية تلقائية ستكون أكبر من صفر لأنه بالرغم أن هذه هنا ليست التعريف الأساسي للإنتروبي لأننا لا نتعامل مع عملية عكسية هنا يمكن أن تفكر بها بهذه الطريقة وإذن على الأقل على المستوى الحدسي ستصل بك إلى هنا حيث لدينا دلتا إس أكبر من صفر ولن أتوقف عند هذه كثيرا لأن ما قمت به في وقت سابق في الفيديو هو أكثر صرامة مما أنا في طريقي إليه إذن أتمنى أنك كونت حدس من أين يمكنك أن تصل إلى صيغة كيبس وكيف تشتق التفاعلات التلقائية من الفهم الأساسي لما هي العمليات العكسية وغير العكسية وكيف ترتبط مع الإنتروبي وتبادل الحرارة والإنتروبي ترجمة نانسي قنقر